الكاظمي شدد خلال حديثه لزاكروس على أن من يعرفون بالولائيين لا يحق لهم أن يعطوا رأيا في وطنية المرشحين المستقلين من عدمها أن نتحدث عن الولائيون بأنه يعتبرون المستقلين بأنهم تابعين إلى حزاب أو الخوانة وإلى آخر كما فهمت من كلامكم لا سيد العزيز أنه الولائيون هي جملة الولائيون ومصطلح الولائيون بأنه لديه ولا إلى خارج العراق لديه ولا إلى خارج الحدود العراقية هذه الدولة وتلك الدولة فلا يمكن بالولائيون بأنه بإمكاني أن يعطي رأيه حول من الخائن ومن العكس وإلى آخر لكون لاحظنا الكثير من الأطراف تحدثت من الولائيون وقالوا بأن نحن لدينا ولا إلى هذه الدولة وتلك الدولة أكثر من ما لدينا ولا إلى العراق فليس من حقهم بأنه يلبس جبة الوطنية أو الخيانة وهذه المسميات حول المستقلين لا وجبة ثانية بأن الولائيون عندما يبدأوا بالتشهير والتسقيق والقدف وأن يكون ذلك مسائل ما أنزل الله بها من السلطان حول المستقلين هي ليس من منطلق الوطنية ومن منطلق حرصهم على العراق وعدم الخيانة وهذه المسميات الله ولكنهم على يقين إذا صعدوا المستقلين تحت قبة البرلمان سوف يكون هناك نظام دولة لكون بعض الولائيون هم لا يريدون نظام دولة هناك جنبتين أو هناك كلمتين هناك نظام دولة ونظاما لا دولة من هو الذي نظام دولة؟ الذي حاصل المنطقة الخضراء ويبدأون بالقدف على رئيس مجلس وزراء وإلى آخره هل هذه نظام دولة؟ الذين يقومون بالعصيان على القائد العام للقوات المسلحة؟ هل هم نظام دولة؟ نعم سيد المستقلين ماذا رأينا؟ يتحدثون المستقلين ويقولون يجب فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة لا يوجد جهة هي أعلى من القانون وهيبة الدولة